احنا عايزين ناخد الدوري؟ عايزين ناخد الدوري فقدنا نقطتين وقدنا كون او لعبين كانوا سبب او الجهاز الفني كان سبب او حتى مساندة الجمهور كانت سبب او حتى احنا كنا سبب ما عندناش مشكلة خالص ولكن هل بس دي العوامل اللي افقدتنا مش هتكلم عن مباراة الاسماعيلي بس ولكن انا هتكلم على قبل كده كمان تخيل حضرتك ان احنا فقدنا عشر نقاط بسبب الظلم التحكيمي عشر نقاط بسبب الظلم التحكيمي بس هو ده اللي انا هقوله العشر نقاط دول لو انا نايم في البيت كنت زماني خلصت كنت زماني خلصت عشر نقاط بيهم ظلم تحكيمي بيّن وواضح احنا بالمناسبة ما عندناش اي مشكلة مع اي حد بالعكس كل الناس على دماغنا من فوق ومحترمين جدا وما عندناش اي مشكلة ولكن في النهاية حضرتك لما تيجي تتكلم انا بتكلم على بعض من لا يشجع النادي الاهلي حضرتك لما تيجي تتكلم وتقول اصل الملعب ده ملعب لا افهم الكلام الاول واعرف انت بتتكلم على مين انت لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي اعرف ان النادي الاهلي لا يملك ان هو يروح يلعب في الاسماعيلية مش بمزاجه النادي الاهلي ما عندوش مشكلة يلعب في اي حتة في العالم معا ده مكان واحد لكن اي حتة في العالم ممكن نلعب فيها واللعب اي فريق في العالم ما عندناش اي مشكلة وابنقلقش من حد وما بنقلقش خالص من الكلام اللي بيحصل حوالينا او ان احنا فقدنا نقطتين في وقت صعب احنا دلوقتي بنعمل ايه بنلوم انفسنا عمرنا ما حنبص ونقول اصلا بص اللي حصل ايه وبص اللي شاف ايه وبص مين عمل ايه وبص مين فوت ايه وبص مين ما فوتش ايه وكلام اللي عمرنا ما حنقول الكلام ده النادي الاهلي اكبر من هذا الكلام بكتير بكتير فاحنا بالعكس اذا احنا بنلوم بعض احنا احنا قاعدين مع بعض كده احنا كنا لازم ندوس في الحتة دي شوية علشان الفرقة تبقى واقفة اكتر من كده احنا مع بعض لما بنيجي نتكلم كاعلام النادي الاهلي فبالعكس احنا دايما بصيلي نفسنا ما بنبصش لحد تاني لان الحد التاني ده بعيد بعيد اوي فصدقوني كل الكلام اللي بيقولوه كل الكلام اللي بيعملوه وده يطلع من هنا يقول كلمتين وده يطلع من هنا يقول كلمتين احنا ما بنحبش نرد على الكلام ده لانه بعيد صدقوني احنا في حتة وبقية الاندية في حتة تانية خالص دي حقيقة بالمناسبة وحقيقة بالارقام مش مجرد كلام احنا طالعين نقوله عشاشا عشان نهاء لا خالص احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده انا ممكن اجيب لحضرتك ارقام تقولك النادي الاهلي ده فين وبقية الاندية فين تخيل حضرتك ان انت كنت بتاخد الدولي رقم 12 او 13 مثلا في 76 اعتقد او في 77 حاجة كده انا مش فاكر يعني بعيد 76 كنت انا لسه مولود انا عندي 45 سنة كنت لسه مولود سنة 76 دي الدولي 13 فتخيل حضرتك هل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان احنا مش هنفكر في الاربع مطشط اللي جاية لا 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 خالص الاربع مطشط اللي جاية حياء او موت بالنسبة للعب النادي الاهلي وجمهوره وجهازه الفني ومجلس ادارته هنموت نفسنا وحنفضل نجاهد لغاية اخر دقيقة لان انا متأكد يعني مش عارف عندي احساس داخلي كده عايز اقوله او عايز اتكلم فيه مع حضرتكم ان لا الموضوع مش بعيد خالص خالص احنا عندنا لعبة قد المسئولية عندنا جهاز فني قد المسئولية دلوقتي بيخبطوا في اللعبة وفي الجهاز الفني علشان يقعوا مطش كمان او يحصل لقدر الله حاجة تانية ولكن ده مش هيحصل عارف حضرتك ليه لان ورانا جمهور الاهلي الجمهور اللي بيقف ورانا في كل حاجة وفي كل حتة ده مش هيحصل عارف حضرتك ليه وفي كل حاجة 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 وفي